سيد أحمد عمر سبحاني أنا أرحب بحضرتك أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين أنا بداية أنا بأعلن وفاة وزارة التربية والتعليم في عهد الدكتور الهلالي الشربيني بطالب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتشى لمصر من الهوة بأن يقوم مكتب السيد الرئيس بالاتصال بالدكتور الهلالي الشربيني وأن يبلغه بتقديم استقالته أولا لعدة أسباب السبب الأول الدكتور الهلالي الشربيني تولى منصبه في 17.9.2015 لم يقدم أي رؤية ولم يأخذ أي رؤية يشتغل عليها ما عندوش رؤية ماشي يشتغل يشتغل ياخد رؤية السابقين في رؤية كثير كان من الأول أن يشتغل عليها صنع فجوة في الوزارة بينه وبين كافة المدريات التعليمية بينه وبين القيادات كافة القيادات بتخاف تخشله عشان ما تتهنش ليه؟ يعني يهي تتهن؟ أنا أستاذ تخطيط طربوي ويوجب ما بعنو كل كلمته أنا أستاذ تخطيط طربوي يعني أنا اللي بفهم في التخطيط الطربوي ما حدش بيفهم في أي حاجة ما حدش بديش فرصة لأي حد يتكلم معاه ده نمرة واحد نمرة اتنين ماذا فعل في المدريات التعليمية؟ يعني ما بيسمعش لحد خالص ما بيسمعش لحد خالص يعني حتى باخدش قدوة من أستاذ رئيس الجمهورية اللي بيسمع للصغير قبل كبير خالص وبيسمع يعني بإنصاد شديد خالص هو أحسن منه يعني خالص ولو شايف كده مثلا ولا إيه مش فهم هو يوجب الجميع دايب خالص هو الدكتور الهلالي الشربيني عندما تولى منصبه لا يعنيه سوى المقعد والباقي عنده لا شيء ده نمرة واحد نمرة اتنين وده الأهم عنده الشوء الإعلامي الكاميرا كل يوم تخرج كاميرا أولا فيه وحدة منتاج وحدة كاملة تيفي تلفزيون فيه وزارة التربية والتعليم وقسم كامل يطلعوا يجروا وراء معا للوزير عشان يصوروه عشان أهم حاجة الساعة خمسة بالزبط يشغلو له التلفزيون السكرتارية تشغلوه التلفزيون عشان يشوف الجولة بتاعته فيها إيه عمل إيه إيه اللي عملوا مفيش إيه اللي قدمه من يوم سبعتاشر تسعة عالفين وخمستاشر مفيش إيه الرؤية أنا كل ما يقعد يقولك أنا عملت عندي رؤية قصيرة المدى رؤية صويرة المدى رؤية متوسطة المدى يا فرد مية نفسك لشهات اللي بتتقال في كل مناسبة مفيش أي حاجة جديدة خالص ما قدمش أي جديد لمناهج عمل ست الرئيس كلفه بالمناهج مفيش أي حاجة لم يتخذ أي خطوة هو عندهم شوية ورق شايلينه وبقولك إحنا عملنا عملوا إيه أعدنا مرة في مؤتمر صحة في ساعتين ونص والله ما قال كلمه مفيدة والله ما قال كلمه مفيدة تجميع قصه لازق تجميع قصه لازق ده نمرة واحد نمرة اتنين الدكتور الهلالي الشربيني عندما تولى المنصب كان من الأولى أن يعمل تقييم للقيادات التعليمية الدكتور الهلالي الشربيني أنا لست متحمل على الوزارة بالمناسبة الدكتور الهلالي الشربيني كل يوم بيعمل جولة ويحول كافة المدرسين في المدارس المهملة والمهدرة والغير أدمية برغم أن عندنا مدارس خمس نجوم بيحولهم للشؤون القانونية بالوزارة ما خطرش على باله أنه حقق مع مدير المدرية التعليمية ما خطرش على باله اللي مثلا المدرية من المدريات دي فيها سلبيات يتصل بمدير المدرية ما هو يمكن مديرين المدريات في القاهرة والجيزة ليهم رايب مهمين يا فن يا فندم القصة مش مدريين ولا كده هو ما عندوش أو هكذا يا الدعوية يا فندم ما فيش لحد لقريب ولا بعيد كل القيادات تولت مناصبها بالكفاءة زي ما بقولوا